هذا الموضوع مترابط موضوع بيان أسرة اللاحم 14 شخص منهم بيان شهير صمتت أنت دهرا ثم ربما أنت علنت شيء اليوم مهم سيعتبرونه ربما هم كفرا والبعض سيعتبرون أنت صار ومواقف كثيرة لماذا أنت لما انطلع هذا البيان اللي هو يعني احتجاج عليك وتبرقه لم تهاجم أبناء عمومتك تحديدا وهاجمت أناس آخرين أول ما طلع على البيان هنا عائلة تقليدية يعني مبعدة كبيرة ومتشعبة فالأمور تدار بطريقة تقليدية خرج هؤلاء الأشخاص بنسق لم يكن معهودا داخل هذه العائلة وكل الموقعين هذا ولد عمك وهذا أبوه فهذا صعب إذا ارتفعت في الشناب ونزلت باللحي كما يقال فلم أكن يومها أريد أن أوسع الشقة والخصومة فتركت هؤلاء على جنب ورحت للشخص الذي نشر البيان وهو نفخ الكير فرفعت عليهم داعوا الأثنين واستمرت اللي هم الأثنين خالد من طلال وما اسمه بولجين ما اسمه نسيت اسمه فاللي كان بولجينات نحن نقفل فرفعت عليهم دعوة استمرت سنوات مرافعات ما مرافعات إلى آخر هؤلاء بالغوا في الخصومة لهم بعض الموقعين على البيان لدرجة أنهم أرادوا أن يتداخلوا في الدعوة دفاعاً على الأمير يقول أننا نرى المسؤولين الأمير لم يدخل الأمير نشر ولكننا نصحاب يعني كيف وصل هذه الفجوف للخصومة أنهم يصطفوا مع شخص آخر يفطعوا من عمهم ويدافعون عنهم فجاءوا إلى المحكمة وطلبوا تداخل فالقاضي كان متجه أنه يدخلهم في الدعوة ففي هذه الفترة وقفت الدعوة تركتها لما تنازل تركت الدعوة معناها القانوني خليتها فوق الرفق مفتوحة وخلصنا الأمير وهذا أولا أنا قلت أني تلزلت على الدعوة أم أني تركت الدعوة يعني حفاظاً على لحمة العائلية وكذا وهذا أولاك ردوا عليك لو نشكر على دعوة شكراً بما يشبه وخلينا بعض بعضهم نسينا موضوع بعد فترة الفترة الأخيرة هذه هذه الخلايا بدأت تتحرك من جديد وناس متطرفين من داخل هذه العائلة الكريمة بدأوا يرسلون نفس البيان في الواتسابات إلى آخره بعد الهجوم علي فيما تتعلق بالحجاب ما الحجاب لما تتكلم في الفترة الأخيرة فلم أجد بدأ من أن أتصدى للدعوة من جديد وأحركها أمام اللجنة الإعلامية من جديد وأخاصم هؤلاء الأشخاص بأعيانهم وصفاتهم وقبل أمس اليوم الربع دخل قبل أمس يوم الاثنين كانت أول جلسة وحضرتها بنفسي وكنت مصر أني أحضرها وترافع أمام رئيس اللجنة والأعضاء حتى يدركوا ليش أنا فتحت من جديد وما هي الأضرار التي دفعتني إلى أن أتحرك لأنه أصبح مؤذي مو بلي بس أنا كنت متحمل لكن أصبح مؤذي لأطفالي هذا السبب الأهم لعلم نعم مؤذي لهم فقربرت أن هذا الأمر لا بد أن ينتهي بحكم القانون لا يوجد مجملات يزعل يزعل يرضى يرضى حتى لو تدخل لا تتنازل الآن لا لا يوجد اعتدار بعد يوم الفنين الذي راح لا يوجد اعتدار وكلهم هذا الأربعة عشر كلهم سيعتذرون في مكان تقلله اللجنة وسيدفعون تعويضا للمدعي الذي هو أنا وغرامه لوزارة الإعلام هذا أنا موقف فيها كما أنا موقن أن أراك الآن مامي هذا قانون هناك لعب تركينهم من خوف تركينهم من الحكمة والحلم لكن بعض الناس لا ينفع فيه لا حكمة ولا حلم ويعتقدوا أن ذلك ضعفا ونعمري بسرط ضعيف أبدا نعم